السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس على مية اولاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بتناها من شرح وحل كتاب جيمل الصف الثالث العدادة دي. هناخد النهاردة هناخد الوحدة بالكامل. وبعد كده هناخد الوحدة الخمسة والوحدة الستة في فيديو واحد فقط. عشان نبدأ مراجع ان شاء الله ونحل المحافظات بطريقة تجيبكم بازن الله. نبدأ اول حاجة مع الكلمات. اقرأ كل كلمة مرتين زي ما احنا متعودين. adventure. adventure. chart. chart. competition. competition. tent. tent. experience. experience. graph. graph. headache. headache. musical instrument. musical instrument. orphanage. 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 sensitive. sensitive. snorkel. 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 wedding party. wedding party. wedding party. ناخد مفردات الدفاية؟ express. express. married. married. marriage. marriage. chinese food. chinese food. move. 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 report. 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 ناخد الشيكبوينت. جاب لي اربع كلمات وثلاث كمل. هزين اختار الكلمة في المكان المناسب. number one. she won fairest prize. هي فازت بالجائزة الاولى in the. طبعا هنا in the competition في المسابقة. number two. when his parents died. لما الولدين بتوعه وتوفهم. he was taken to a or an. تم اخذوا الى ايه. orphanage. هو الملجة الايتام. ودور الايتام. number three. my uncle is not and he has two children. عمي يكون ايه وعنده طفلين. يبقى از مرد بتزوج وعنده طفلين. ناخد بعكذا السينونم والانتونم المرادة في المدار. كلمة forget. يعني ينسى. طبعا بتساوي السينونم او المينج بتاحها. overlook او ignore. ينسى او يطهد. الانتونم او الاوزة عكسهم remember يتذكر. opportunity فرصة. opportunity فرصة. بتساوي chance. وعكسها missed chance سوق حظ. wait ينتظر. بتساوي stay او remain. يبقى. وعكسهم leave. يغادر. win. يكسب او يفوز. تساوي achieve. ينجز. وعكسهم lose. يخسر. ناخد language expressions. تعبيرات لغوية. climb a mountain. البي هنا silent. climb a mountain. get married to. اتزوج من. خلي بالكم. ممكن تبقى be married to. بمقصود بها amizar. يعني اقول is married to. او are married to. ride. a horse. يركب حصان. sleep in a tent. ينام في خيمة. البروبوسيشن زحرف الجرد. give an opportunity to. يعطي فرصة لي. good at. جيد في. bad at. سيء في. on business. في عمل. on time. في الوقت المحدد. talk to. يتكلم الى. wait for. ينتظر شخص او ينتظر شيء. تصرفات الافعال غير منتظمة. forget. forgot. forgotten. know. الكيه silent. know. new. known. learn. learned. 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 sleep. slept. slept. وين. وان. وان. ميت. مت. مت. رايد. رود. ريدن. ناخد باع كده تشيك بوينت. جاب لاربع كلمات وثلاث جمل. حازم didn't know at the game. he lost it. بول هنا حازم. طبعا خسر الايه. اللعبة. إذن هو. he didn't win. لم يفوش باللعبة. عشان هو كده خسر. number two. my father taught me how to know at a horse. باب علمني. how to ride a horse. كيف اركب حصان. number three. the school bus will be here at eight a.m. so please be ready to go no time. كلمة المدرسة هيب هنا الساعة تمانية. لذلك لو سمعت خلي الجهز ايه. طبعا to go on time عشان تصل في الوقت للمحدد. ناخد باع كده vocabulary builder. تعريفات اول حاجة definitions. كلمة ever معنها يوما ما او مطلقا. بتساوي at any time. experience. تجربة حياتية وخبرة عمل. something that happens to you. شيء بيحدث لك. snorkel. يعني يغطص. swim using equipment. بيسبح مستخدمة معدات. that allows you to breathe. بتسمح لك تتنفس. while your face is under the water. بينما يكون وقهك تحت المية. orphanage. دور ايتام. is a place for the care and education of children who have no parents. ده مكان الاعتناء والتعليم للاطفال اللي معدومش والدين. ناخد بعد كده الصافيكس والprefix. اول حاجة الصافيكس عندي. جاب لي كلمة compete. يتنافس او ينافس. دي اتفعل. لما ضفلها في اخرها ition. كده انا بحول الفعل اللي هو compete الى اسم اصبحت competition منافسة. head. رأس. لما ضفلها a-c-h-e. بحول الاسم الاسم اخر بقت headic صداع. music. musica. لما ضفلها a-l. بحول الاسم الاصفة بقت musical musici او موسيقية. البرافيكس الحروف البادئة. لما ضيف i-n في اول كلمة sensitive حساس. تددي عكس المعنى. يبقى in sensitive. يبقى هنا تديني عكس الصف. يعني غير حساس. نقوم بقى كده reading and listening skills. مهارة الكراء هو الايه والكتاب. اول فقر عندي هنا. قولينا ادهم. ask the people in his class. ادهم بيسأل الناس في الفصل بتاعه يعني. about their experiences. عن تجاربهم وخبراتهم. look at the graph. نشوف الشكل الايه الباني اللي قدام التغطيل الباني اللي قدامنا ده. and read his report. بقرأ التقريب بتاعه. اول حاجة قولينا ايه. experiences of people in the class. خبرات الناس في الفصل. فبقوا ليه. i asked the people in my class about their experiences. انا سألت الناس في الفصل بتاعه عن ايه تجاربهم الحياتي وخبراتهم. most people in the class have played a musical instrument. اغلب الناس في الفصل كانهم يعني بيعزفهم او عزفهم على الات نسكية قبل كده. not many people have read in a horse or slipped in a tent. بس ما فيش ناس كتير يعني ركبوا خيل او ناموا على خيمة او ناموا في الخيمة يعني. even fewer people have snorkeled. ده حتى ناس قليلة يعني او ناس اقل يعني مارسة رياض الغطس تحت الماء. most people in the class. معظم الناس في الفصل. have never traveled by plane. ما سافرتش عرضا بطيار. but hasim has traveled by plane three times. لكن hasim سافر بالطيارة ثلاث مرات. i also asked. انا كمان سألت. have you ever been to a football match؟ هل سبق لكم انه رحتوا مباراة كله القدم؟ about half the people in the class. حوالي نصف الناس في الفصل. haven't been to a football match. ما راحوش قبل كده مباراة كله القدم. and about half the class have. ونصف الفصل راح مباراة كله القدم قبل كده. نحن لأسلع كلمة مع بعض. number one. most people in the class have never by plane. اغلب الناس في الفصل وعمرهم ابدا ما سافروا بالطيارة. have never يبقى هنا. traveled. number two. i will wait for you in front of the library. أنا سوف أنتظر. أمام ليه هنتستانك يعني قدام المكتبة. the serenum of wait is. مرادة في كلمة wait. wait يبقى هنا بتساوي. stay يبقى أو يظل. number three. بسملة. and i are going to be a poetry. compete at school. هذه البسملة وأنا. يعني سوف. are going to be in a poetry. هنكون في ايه خاصة بالشعر. طبعا هنا موسابقى يبقى هنا. competition. هنضف لها i-t-i-o-n. موسابق شعر. number four. is an exciting water sport. water sport. ليه رياضة مائية. ليه رياضة مائية في الاختيارات. طبعا هنا. snorkeling. رياضة تحت الماء. number five. we will win the football match. نحن سوف نفوز من ورات كرة القدم. if we work together as a team. لو اشتغلنا مع بعض كفرين. we hope to not that. احنا بنتمنى ايه. we hope to achieve that. نتمنى انحقق كلام. هنفوز بمرات كرة القدم. number six. my mom and dad. ماما وبابا. مارد in 2009. تزوجهم ساعة 2009. يبهينا good married. لان مارد بيجي معها ايه. get والمضي منها good. number seven. not means at any time. في اي وقت. طبعا بنكلم هنا على كلمة ever. تمام. مطلقا. او في اي وقت. number eight. the. not shows how house prices have increased since 2011. ايه بقى اللي بيبين. الاسعار بتاعة المنازل ازدادت من سنة 2011. طبعا اللي هي بين الكلام ده. اللي هو ايه. تخطط البياني. او رسم البياني. number nine. music makes me feel happy. and excited. الموسيقى بتجعل نشهر بالسعادة. والحماس والإثارة. to form the adjective of music. عشان اكون الصفة من كلمة music. we add the suffix هنضف لها ايه. نضف لها a-l. بقى musical. موسيقي. number ten. young people usually look for work opportunities. الشباب عادة بيبحثوا على فرص عمل. opportunity is similar in meaning to. كلمة opportunity. مساوية في المعنى الايه. خرص عملي بهاينا chance. فرصة. number eleven. we had lots of on our trip. احنا عندنا ايه كتير في رحلة بتاعتنا. we had lots of adventures. احنا ايه كم معنى عندنا مغامرات كتيرة. طبعا adventures مغامرات مفردها adventure. number twelve. the guitar is my favorite instrument. اللي يعتبر ايه. my favorite musical instrument. هو الآلة المسجية المفضلة عندي. number thirteen. my sister wrote a. about her favorite animal for her homework. my sister اختي كتبت ايه عن her favorite animal. اللي هو الحيوان المفضل عندها. طبعا بالنسبة للواجب عملت كامدة في الواجب يعني. بها ايه. she wrote a report. كتبت تقرير عن حيوانها المفضل في الواجب. زي البراغراف مثلا. number fourteen. امي's eyes are to sunlight. so she wears sunglasses. العيوم بتاعت امي. تعتبر ايه. طبعا هي حساسة للشمس. يبقى هنا. sensitive. حساسة. عشان كده تمتص نظرة الشمس. number fifteen. have you ever been to London. business. هل انت سبق لك ان رحت لندن قبل كده. في مهمة عمل يبقى ايه. يبقى on business. تمام. ناخد بقى كده. يبقى اول سؤال. السؤال ده يا جماعة بيجيب لي فيه ست كلمات في لستة. ويجيب لي فاقرة فيها خمس او اربع باعي اربع فراغات. الاربع فراغات دول واحد فيهم خاص بالجرامار. يبقى انت كده عندك في لستة فيه كلمتين زيادة. يبقى باكمل الحاجة ده عشان انت بتحل تمركز فيها. عشان احل السؤال ده بقرأ الكلمات اللي في لستة. افهمها كويس. اقرأ بعد كده الفقرة كويس جدا. وابدأ احل. ولو عندي مشكلة في اول نقطة مش عارفها سيبها للاخرات بس اهلا. انا عندي اصدقاء كتير. احنا بنا نلتقى مع بعض. كل يوم جمعة. واحيانا بلعب في النادي. لكن انا دلوقتي اصدقاي بنكلم على ايه؟ طبعا بنكلم على الخبرات بتاعتنا. تمام. بعد كده معظمنا. معظمنا ايه لعب ايه؟ خلا بك هنا ممكن معناها يلعب. او ممكن معناها ايه؟ ممكن يكون معناها يعزف. طب هنا جاب وراها اله او ادى يبقى هنا معناها يعزف. يبقى يعني اله موسيقية. يبقى ايه؟ يبقى هنا بقول معظمنا كان بيازف على اله الموسيقى. تمام. بعد كده. واحد بس فينا has not a horse. يعني ايه؟ يعني ركب خيل يبقى يات نمبر ثري. يبقى has written a horse. no one has ever. ما فيش حد ابدا. عمل ايه؟ طبعا no one has ever. by plane يبقى هنا traveled by plane. تمام. السؤال الثاني choose number one. we add not at the end of the word head. to mean pain in the head. بنضف المقطع الهون لكلمة head عشان تعني كلمة pain يعني قلم او واجع يعني في الرأس. طبعا نضف لها ايه؟ a-c-h-e عشان تبقى كلمة كلها هادك صداعة. number two. or not is a place where children without parents live. المكان اللي الاطفال بيهاشوا فيه يعني دول ما عندهمش الوالدين. يعني الوالدين بتوهم متوفيين. يبقى orphanage وده رأيتين. number three. I like reading not stories. اني بحبي قراءة القصص الهين. طبعا نسمعه ايه؟ adventure stories. يعني قصص مؤامرة. number four. I've lived in this house since I married to your grandfather. أنا عايش في المنزل ذه منذ أنت زوجت بجدك. يبقى هنا. يبقى I've lived in this house since I got married. منذ أنت زوجت. لأن كلمة got married يعني تزوجها. number five. I think our team will win the match. اعتقد ان فرقنا يفوز بالمباراة. win is the entry of. كلمة win. هي مضاد لإه؟ win. يفوز. يبقى عكسها lose. يخسر. تمام. or six. Don't forget to bring me your camera. ما تنساش انت تحضر الكاميرا بتاعتك. forget here is the opposite meaning of. كلمة forget. مضادة في المعنى لإيه؟ forget يعني ينسى. يبقى هنا عكسها remember يتذكر. number eight. to get the opposite of sensitive. we add the prefix. عشان نجيب مضاد كلمة sensitive. هنضف لها إيه؟ هنضف لها i in. ودي من الكلمات الغريبة خلى بالكم. يبقى insensitive. يعني غير حساس. معظمنا بيختار the is. او i am اللي ما يكون في عكس الكلمة. ويقولني كمان. لا هي هنا insensitive. number nine. ماريام will not hear idea with a drawing. ماريام. طبعا هتعبر عن فكرتها برسمة. يبقى هنا. express. لطربي. number ten. means swimming with equipment that allows you to breathe. هنا يقول معناها. أنك بتسبح باستخدام آلات أو أداة. اسمع لك تتنفس while your face is under the water. بينما واجهك أسفل المياه. طبعا دي تريادة ليه؟ snorkeling. الباطس تحت الماء. number eleven. and not is something that happens to you in your life. شيء بيحصل لك في حياتك. يبقى دي اسمها إيه؟ تجربة حياتية. أو خبرة. the experience. letter c. نقوم بعد كده. the present perfect tense. زمن المضارع التان. لأ ركز في المسالين دول عشان أطلع منهم باستخدام الزمن. I have washed the dishes. أنا كنت بغسيل الأطباق. الأطباق قدامي دلوقتي نظيفة. يبقى أنا كنت بغسيل الأطباق دي. Selma has tied her room. سلمة رتبت غرفتها. خبارك من الجمل دي. المضارع التان بيكلم عن ايه؟ أول حاجة. شيء حدث في الماضي؟ والله أثر في الوقت الحاضر؟ ركز معي. I have watched the scary film. أنا شفت الفيلم المرعب. I can't sleep well. مش عارف نام كويس. إيه اللي حصل في الماضي؟ إن أنا شاهدت الفيلم؟ إيه الأثر بتاعه في الوقت الحاضر؟ أنا مش قادرة نام. طيب مثل نقطة تانية؟ يستهتم كمان المضارع التام؟ للتعبير عن شيء حدث ولم يحدد وقت حدوثه. أو لم يحدد نقطة معينة من الوقت. مثلا. My parents have traveled to many countries. الولدين بتوعي؟ سفرهم إلى دول عديدة. أنا مش عارفهم ما سفروا إمتى؟ فبالتالي أنا ما حددتش وقت حدوث الفعل. ممكن تقولها حدث تم في وقت غير محدد في الماضي. نقطة ثالثة. كمان المضارع التام يعبر عن ايه؟ يعبر عن شيء بدأ في الماضي وما دالا مستبرن في الوقت الحاضر. لما أقول مثلا. My grandfather has lived here for fifty years. جده بدأ يعيش هنا بقاله خمسين سنة. معنى كده أنه ما زال مستمر في الحياة في المكان ده. المضارع التام كمان بنستخدمه للتعبير عن شيء حدث في الماضي مع ذكر عدد مرات حدوث الفعل. يبقى أنا بقول عدد مرات حدوث الفعل اللي حصل في الماضي ده. مثلا. My sister has taken the medicine three times. يعني أختي أخذت الدواء ثلاث مرات. تمام؟ خلي بالك معايا برد. لما عوز بقى أجيب الجملة المثبتة بيتكون من ايه المضارع التام؟ طبعا هاذ أو هفه وتصريف التالب. طبعا هف بتاخد أي اسم جمع. مثلا. I have cleaned my bedroom. أنا كنت بتنظيف غرفة النوم بتاعتي. ايه الاثر للغرفة نظيفة قدامك هاي. My friends and I have done our homework. أنا وأصدقائي قمنا بعمل الواجب. كمان ممكن المضارع التام يكون من ايه هي أو شي أو ايت أو اي اس مفرد. زائد هاز أو أباسترو في اس. وبعد كده تصريف التالب. مثلا. هانا has visited her aunt. هانا قامت بزيارة عمتها أو خلتها. My dad has won the competition. بابا فاز بالمثابة. لو عايزن في الزمن سهلة جدا. بعد هاز وبعد هاذ بجيب أن أباسترو فيتي أو أجيب كلمة not. بابا هنا. I, we, you, they أو أي اسم جامعة. haven't تصريف التالب. أو. he أو she أو ايت أو أي اسم مفرد. hasn't وتصريف التالب. مثلا. I haven't played tennis. أنا عمري أبدا ما لعبت تنس. My parents haven't lived in Cairo. الولادين بتوحل مع شوش في القهر. مثال تالت. عادل hasn't bought a new bike. عادل لم يشتري سيارة أو دراجة جديدة. She hasn't done the shopping. هي لم تقم بعمل التسوق أو. لاحظ الفرق في التصريف التالت للفعل. بين الأفعال المنتظمة وغير المنتظمة. هل قلنا بكده لازم تحفظ تصريفات الأفعال عشان مهمة جدا. لو هسأل على المضارع التام. بعد ما كنت بقول اي اسم جامعة زي. هاذ. لا هجيب هاذ الأول. بعدها الفاعل. سواء كان ضمير أو اسم. وتصريف تالت. مثلا ايه بيكلم بي. بيقول له. هل انت قمت بتنظيف غرفتك. طبعا خلي بالكو هاذ لما جات في الأول بقى معناها هل. هيرد عليه يقول له. او. نو اي هافنت. طبعا ممكن يقول ياس وي هاف لان يو. معناها انتم ايب هنا وي. كمان ممكن نبدأ بهاز. او الهاز هي شي ات او اس مفرد. اجيب بعد كده تصريف تالت. بعد الفعل طبعا. ايه بيكلم بي. بيقول له. هاز سارة. هلم تقم سارة بعمل واجب حتى الان. ايه ايه او. او. لو اسأل بعد استفهام نفس التكوين الفات بس اجيب قبل هاز و هاف اجيب ايه. كلمة الاستفهام او ادات الاستفهام. بعد كده اجيب هاز او هاف اجيب فاعل سواء كان ضمير مفرد او ضمير جمع. واجيب بعد كده التصريف التالي. مثلا. ايه بيكلم بي بيقول له. ايه لحبيبة وهالة زروف اسكندري. رد عليه قال له. هم زارهم المكتبة بتاعت اسكندري. مثال تاني. ايه بي كلم بي. اين ذهب منذ امس. وهو زهب الى بورسعيد. اذن هو مازال هناك. كل زمن فيه كلمات بيدل عليه. او تعابيرات زمانية بيدل عليه. يعني عندنا في المدرع التام الكلمات التي تدل عليه. already. ever. just. never. yet. lately. recently. for. since. ناخد مع كده المدرع التام مع ever و never. وناخده كمان مع since و for. اول حاجة كلمة ever تستخدم في وسط السؤال بمعنى هل مع المدرع التام. بعد الفاعل. وقبل التصريف التالية. يعني تجي في نص التكوين بالزبط. يعني مثلا نقول ايه. have او has. اجيب بعد كده الفاعل. اجيب ever. بعد كده تصريف التالية. مثلا. has your father ever visited Paris. هل سبق لباباك انه هو وزار باريس قبل كده. هاف سلمة عند نوها ever فلو نقايت. هل سلمة ونوها يعني طيارهم طيارة قبل كده من قبل يعني. يبادئت ايه ever. لكن never تستخدم في وسط الجملة المثبتة لتعطي معنى النفي. خلي بالكم. يبادئنا. التكوين بتاعي يبقى فاعل. has او have never تصريفتها. هتطلعز ان never و ever مكانهم دايما في نص التكوين بتاع الزمن. يعني قبل التصريف الثالث. وبعد هاز او هان. مثلا. we have never lived in Giza. احنا عمرنا ابدا ما زورنا Giza. او عشنا في Giza. انتعرف الجملة دي بتسوي ايه. we have not ever lived in Giza. دعاء has never been to Ro. دعاء عمرها ابدا ما سافرت او راحت رومن. ازاي يجيب sense و formo على المدرعة التام. اول حاجة عند التعبير عن مدة وقوع حدث الفعل. المدرعة التام. بنجيب for او sense. قبل مدة وقوع الحدث. ركز معاين. كلمة sense. ديت بيجي وراها بداية حدث الفعل. او بداية ايه المدة بتاعت حدث الفعل. يعني ايه. هتلاقي الجملة بدقة بهاز او هاف او الاول فعل الاول. هاز وهاف. تصريف ثالث. بعد فاخر الجملة تلاقي في ايه. sense وبعدها بداية الحدث. البداية فقط مش المدة. مثلا. i have worked here since 2007. انا اعمل هنا منذ 2007. يعني بداية العمل بتاعي في المكان ده كانت سنة 2007. my uncle has lived in tokyo since 2015. عم يعايش في توكيو من سنة 2015 وما زال يعيش هناك. لكن كلمة for معناها لمدة. يبقى هنا since معناها منذ وfor معناها لمدة. دي يجي بعد for. طبعا قلنا نجيب الاول فاعل. has او هاف. تصريف ثالث. for ومدة وقوع الحدث. وخلي بالك ممكن تبقى مدة محددة او غير محددة. فقولك النقطة دي ازاي. she has studied english for 14 years. هي متذاكر او بتدريس انجليزي. بقالها 14 سنة. معنى كده ان هي لم تنتهي بعد. my cousins have lived in rome for 9 years. ولاد عمي عايشين في روما. بقالهم 9 سنين. وما زالوا عايشين هناك. لو عملنا جدول بسيط كده. للمقارنة بين for وبين since. هتلاحظ ان for بيجي وراها a period of time. مدة وقوع حدث الفعل. تمام احنا هنا محددة او غير محددة. هو لك برضو ليه. واسنسي بيجوارها بداية الحدث. a point in time. ركز معي. لمول مثلا. for two hours. لمدة ساعتين. محددها. for two days. for two weeks. for two months. for two years. for centuries. لقرون. for the last Sunday. for the last week. for the last month. for the last May. for the last year. for a while. لحظة. for ages. مدة طويلة هنا غير محددة. for long. مدة طويلة برضو غير محددة. forever. لمدة اكثر من. for over هنا مش ever. for over. for more than. لمدة اكثر من. برضو هنا غير محددة. for a long time. لمدة طويلة. for all of his life. لطوال حياته. لكن since. بيجي بعدها. هقول since. للبداية. خلي بالك كان بيجي مع. يعني ساعتين. لهم بس الساعة في يوم ستين دي. المدة زمانية نفسها. لكن هنا بقول منذ الساعة الثانية. اسم الساعة نفسها. since Sunday. منذ يوم الاحد. since May. هتلا بيجي اسم اليوم. اسم الشهر. اسم ساعة بعد since. حتى اسم السنة. since twenty ten. since morning. since winter. since last Sunday. كان بقول لك هنا ايه. for the last. هنا. since last. some days. since last week. last month. last May. last year. خلي بالك. ممكن since يجوارها نوين. او فعلي فيه ING. خلي بيك من نقطة دي. كمان. since ممكن يجوارها ياسر دي. يقول لك مثلا. since ياسر دي. منذ امس. since is the age of. منذ عمر. أو سن. since then. منذ ذلك الحين. ممكن اسأل على. المضارع التام. بايه. how long. كم طول المدة. وكم طول المدة. ممكن اجوار عليها بsince. وممكن اجوار بfour. والتنين صحة. ليس مشكلة. هتلاقي السؤال بتاعنا بيكون من ايه. how long. has. أو have. فاعل. بعد كده التصريف التالت. لو. possible. ايه. بيكلم به. بيقول له. how long have they known each other. طول المدة اللي هم يعرفوا فيها بعض قد ايه. رد قال له. they have known each other for a long time. ده بيعرفوا بعض ايه. من فترة طويلة. how long has it rained. طول المدة اللي كان بيمطر فيها قد ايه. قال له. it has rained since. 10 o'clock. ده بتمطر من الساعة عشرة. الساعة العشرة يعني. اذا جاب لي بعد since بداية اللي حدث. وجاب لي بعد for مدة زمنية. واللي اتنين بس قال لهم بايه. how long. ملحوظة مهمة جدا. انه ممكن بعد since اجيب جملة ماضي بسيط. ده حاجة بتميز since عن for. انه بيجورة since ايه. جملة ماضي بسيط. تكون الجملة. فاعل. as أو have. تصريف تالت. since. فاعل. وزمن ماضي بسيط. مثلا. i've lived in the same house. since i was born. انا عايش في نفس المنزل منذ ان ان ولد. يبين. i was born. جملة ماضي بسيط. في فرق في المعنى بين تعبيرات مهمة وخالبات منها. ايه هي. اول حاجة. ام تقول هاز بنتو. وام تقول هاز جانتو. اولا. هاز أو هاف بنتو. معنى زهب الى مكان. او زر المكان. وعاد منهم. يعني رجع خلاص. لما اقول مثلا. my father has been to Paris. بابا سافر باريس. he is in Cairo now. هو في القهرة الآن. إذن هو رح باريس. ورجعتنا القهرة. لكن لما اقول هاز جانتو. هو هنا زهب الى مكان. او زر مكان. هو ما زال هناك. لم يعد. لم اقول مثلا. my father has gone to France. يعني بابا زهب الى فرانس. فرانسة. he is still there. هو ما زال هناك. حين الاسهل على الجزء الخاص لجرامر. complete the sentences with the correct form of the words and practice. كمل الجملة. بالشكل الصحيح للكلمة اللي بنقصيه. number one. how long has he not. work in this school. طول المدة اللي هو كان شغال فيها في المدرسة ديت. خلي بالك. how long جاب هاز. بعد كده ضمير فاعل. he. وبعد كده تصريف الثالث يبقى ايه. يبقى worked. تمام. يبقى طول المدة اللي هو كان شغال فيها في المدرسة ديت. قد ايه. يبقى يجب تصريف الثالث من كلمة work. كاتبة. number two. i've lived in the same house. انا عايش في المنزل ده. for i was born. جاب لي هنا. جملة ما ده بسيط يبقى على طول. يبقى على طول. تمام. number three. احمد has never sleep in attent. احمد عمره ابدا ما ننفي خيمة يعني ما راحش مع اسكر قبل كده. طبعا الماضي من كلمة sleep هتبقى slipped. او تصريف الثالث. لازم نحفظ تصريفات افعالي يا جماعة مهمة جدا جدا في الزمن. number four. محمد وعدل لم يشاهدوا الفيلم الجديد. طبعا هنا جاب لي نوت وعايز ان اجيب فعل مساعد بس هاجيبه من فيه. طبعا الجامعة هيبقى معها ايه؟ تمام. number five. هاذ آية ever. win a competition. طبعا هتبقى won. هل سبق لآية انها فازت بالمسابقة تصريف الثالث من win. هيبقى won. number six. I have not ever ridden a horse before. من قبل دي لما تيجي ما اجيبش ever. اجيب ايه؟ never. عايزولك انا لم يصبك لي. انا مركبتش يعني قبل كده خيل من قبل. يبقى هنا never. لان never بتدي معنى النفي. number seven. my sister has played the guitar since she not be six. يعني هنا اختي لعبت الجتار منذ ان كان عندها ست سنين. يبقى هنا هاجيب بعد سنسي جملة مضى بسيط. يبقى هنا she was. number eight. grandma has make me a jacket for my birthday. يعني تيتا عملت لي jacket لعد ميلادي. يبقى هنا تصريف ثلاث من ميكها يبقى made. لان اذا مدرعتها مجاب لي has فاجيب بعدها تصريف ثالث. number nine. you have ever eaten chocolate cake. ده سؤال خلي بالكم. يبقى صغط السؤال المفروض ما تبقىش you have. هتبقى ايه? have وركز عشان تعمل حرف ال H capital. have you. تمام. have you ever. number ten. I haven't never seen a real elephant before. انا ما شفتش قبل كده. يعني في الحقيقي. كنتم شوفوا في التلفزيون بس. ما شفتش على ايه? على الحقيقة يعني. طبعا I. لما جاب لي never. ما ينفعش يجب معاه نوت. يبقى هنا. يبقى هاف فقط. يبقى نوت بتسوي never. ما يجوش مع بعض في جملة واحدة. number eleven. how. not much. have children sleep. انا اسأل على المدة اللي الاطفال اللي نموا فيها. يبقى how long. كم طول المدة الزمنية. number twelve. my brother has been a football coach. اخويا. كان مدرب كرة القدم. for last year. لما ينفعش. مفروض تقول. for the last. لكن هنا. يبقى since last year. تمام. number thirteen. have you never climbed a tree. هل سبق لك انك صلقت شجرة قبل كده؟ طبعا never غلط. مفروض تبقى ايه؟ ever. تمام. هل سبق لك؟ never بتجي في السؤال. never بتجي في جملة بتاع المدارع التام. التي تعطي معنى النفي. number fourteen. my friends didn't visited me since last Monday. اصدقائي ما زرونيش من ساعة يوم الاثنين اللي فالي. اذا هنا ديد انت غلط ديت في الموضل البسيط. انا عاوز ايه؟ عاوز اجيبها في المدارع التام. يبقى my friends haven't visited me. number fifteen. we have had this pet dog. احنا عندنا الكلب الاليف ده. when i was a baby. طبعا عايزو لك عندما كنت طفل. لا هي هنا since. تمامي بس. since i was a baby. لو قل لي when كان مفروض جانجاب ايه؟ جملة كلها مضبسيط ما كانش جاب مدارتين. number sixteen. grandma have baked cookies for our picnic. يعني تيتا. يعني قامت بعمل كيكة لنا يعني. خبزت لنا كيكة. للإيه؟ للنزعة بتاعتنا. طبعا grand ما مفرد. يبقى هنا. يبقى has. number seventeen. how many have you lived in this town. طبعا عايزو طول المدة. يبقى ايه؟ how long؟ كم طول المدة لانت عشتها في المدينة ديت. number eighteen. i have since walked in the rain before. is there all i have since؟ المفروض قال الله ايه؟ i have never. انا عمري قبل كده قلتها قبل كده. i have never walked in the rain before. قبل هنا بفور من قبل. number nineteen. i haven't met rami since we lost. have met in the club. انا ما قبلتش رامي. من اخر مرة. خالبك سنس بيقى رامض بسيط. يبقى مت بس. تمام. لانها مت مت مت. number twenty. نانسي عند احمد. have studied french since a long time. طبعا هنا ايه؟ for a long time. يعني الفترة طويلة. ناخد time to practice. وده طبعا اسلام المحافظات مهمة جدا. اول حاجة number one. have you ever been to us one in winter. طبعا هنا ايه؟ have you ever been. تصريف ثالث. هل تصبق لك قبل كده روح to us one. لفصل الشتاء. طبعا اللي يروح في فصل الشتاء روعة هناك. number two. they've known each other. since a long time. طبعا هنا ايه؟ for. لان فور بيجارة مدة زمني. number three. the class has. do five tests this month. الفصل اللي عام اخد. يعني الشهر ده خمس امتحانات. يعني قام باجراءة خمس امتحانات. يبقى has done. تمام. number four. my cousins have lived in Cairo since. لأ هتبقى هنا ايه؟ هتبقى four. يبقى four six months. يعني الفصل اولاد عمي هنا. عايشين في الكاهرة. بقى لهم ستة شهور. number five. I have ever traveled by plane. احنا قلنا. I have ever. ever بتيجي في السؤال. whenever بتيجي في النفي انا عمري ابدا. ما سفرت بالطائرة. number six. he has been at this school. هو في المدرسة ديت. بقى له ايه؟ يقول لك. four twenty twenty. المفروض اسم السنة. نجيبه بعد since. يبقى هنا since. رقم السنة نفسها. تجي بعد since. number seven. داليا بيتو كايرو. she is in a swan now. يبقى داليا ايه؟ طبعا هنا بقول لك هي في اصوان دلوقتي. اذا هي راحت القاهرة. ورجعت تاني. يبقى ذهب الى مكان. لمكان وعد منه. يبقى has. تمام. been. انتعارفين لو قلنا has gone. كان قال. she is still there. هي ما زالت هناك. انما اذا هي في اصوان دلوقتي. يبقى راحت وجد. number eight. i have never fly in an aeroplane. انا عمر ابدا. ما طبعا سافرت بالطائرة. ابدا. خليبك i have never. يبقى التصريف التالي من fly. هتبقى ايه؟ flown. حفظ التصريفات الافعال مهمة جدا جدا. ما بقى اش فهم القاعدة وعرفها كويس. واجهة كتب تصريف الفعل وغلط فيه. number nine. have you not never tried this food? هل سبق لك قبل كده ان جربت الطعام ده؟ يبقى have you a have you ever. لان ever تعبر عن خبرات سابقه. number ten. سالم. know his best friends since he was four. سالم يعرف افضل اصدقاه من ساعة ما كان عنده اربع سنين. سالم مفرد يبقى لازم اجيبه درعة تام يبقى has. والتصريف تالت من كلمة no هتبقى known. كل اللي اعمله بضف لها n في الاخر. وده التصريف تالت منها. number eleven. we haven't met. لم نتقابل. for last September. طبعا مفروض تبقى ايه؟ تبقى since. since last September. لان احنا بنقول since last for the last. اغلب الاحيان since تجي مع last. for بتجي مع the last. اللي ازا كان سياق الجملة او معنى جملة محتاج حاجة تانية. number twelve. has he finished his tasks on time. هل هو انهى المهمة بتاعه في الوقت المناسب. has he يجوا وراءة تصريف تالت. يبقى ايه؟ يبقى finished. تمام. يبقى هنا تصريف تالت من كلمة finish هتبقى finished. بعد كده. number thirteen. number thirteen. I have lived in this house since I was born. طبعا I was born. انا عيش في المنزل ته من ساعة ما اتولد. يبقى born. تصريف تالت من كلمة beer. number fourteen. have you ever been to Alexandria. هل سبق لك قبل كده. ان رحت اسكندرية. خالبك رحت اسكندرية. تصريف تالت من بها يبقى been. تمام. number fifteen. I've or I have ever played a musical instrument. طبعا I have never. انا عمري ابدا ما ايه ما عزفت على قلم السوقيا. number sixteen. I not not meet. عادل since we were in Cairo. يقول لانا ما قبلتش عادل من ساعة ما كنت في القاهرة. هتجبها من فيها خلي بالك. يبقى I haven't met. يبقى I haven't met. عادل. تمام. انا لم اقابل عادل من ساعة ما كنت في القاهرة او من ساعة ما كنا في القاهرة. number seventeen. I haven't drunk anything. انا لم اشرب اي شيء. منذ ساعتين يبقى إيه. اللي ما ينفعش المفروض إليه. لمدة ساعتين. لانا المدة زمنية بتجي بعد الفور. number eighteen. جانا travel abroad three times since she started her new job. أتقول لك ان جانا سفرت الخارج ثلاث مرات. وهو ذكر لي عدد مرات حدوث الفعل. يبقى مضارعة جانا مفردة اقول هاز. وكلمة travel التصريف ثلاث منها يبقى traveled. خلي بقى اضع في الحرف الاخير تخليه double L. يبقى هاز traveled. number nineteen. have you never read in a horse. طبعا have you a have you ever. تمام. number twenty. نادا be friends with maha since they were children. أعزلوا ان نادا كانت صديقة أو عملت صداقة مع مها من ساعة ما كانوا أطفال نادا مفرد يبقى يبقى هاز. وطبعا بيت تصريف تلك بتاح هيبقى اي هيبقى been. تمام. ناخد بع كده lessons three and four أهم الكلمات. هقرأ كل كلمة وارتين زي ما احنا متعودين. aquarium. awake. can know. can know. care about. care about. concert. concert. deaf. deaf. dream. follow. follow. grandparents. grandparents. hearing. hearing. join. join. raft. sequel. sequel. sign language. sign language. خلب لكم الجي هنا في كلمة sign. كلمة الجي فيها silent. يعني تكتبى ولا تنتقى. مفردة ضفية. countryside. countryside. environment. fogy. fogy. forest. forest. fun novel. notebook. نود بوك، نود بوك، ريترن، شارك، شارك، سبورتز كلب، سبورتز كلب، تيتر، 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 تينيج، تينيج، ريتر، ريتر، ناخد هنا تشيك بوينت جاب لا ربعة كلمات وثلاثة قمل، number one لما بنظر إيه بنستمتع بالمشي خلال الحقول يبقى أكيد كونتريسايد لوريف نمبر تو تمورو غدا أم going تو أنا سوف أفوتبول تيم and start practicing يعني عبدأ أعمل إيه يبقى أنا I am going to join هنضم الفريق كرة القدم and start practicing قدأ إيه أضرر نمبر ثري I had so much fun قل هنا إيه يعني أنا استمتعدي جدا singing and dancing بعد تغني ورس at the last night طبعا هنا إيه at the concert في حفلة الليلة الماضية ناخد بعكده المراضة في المضاد معناها مذهل السنونم أو الميني اللي هو المراضة في تاحها awesome يعني مذهل أو رائع عكسهم الاتنين اللي هي كلمة boring awake مستيقز بتساوي wakeful أو sleepless يقذ وعكسهم asleep نائم dangerous خطير بتساوي serious أو unsafe خطير وعكسهم safe آمن difficult difficult صعب بتساوي hard صعب وعكسهم easy safe lost مفقود أو تائه بتساوي missing مفقود وعكسهم found أو existing وجد أو موجود noisy صاخب بتساوي loud صاخب أو عال وعكسهم quiet أو calm اللي هي silent calm هذا scared خائف بتساوي frightened أو afraid خائف وعكسهم brave شجاع strange غريب بتساوي unusual غير عادي وعكسهم usual عادي teach بتدرس أو يعلم بتساوي explain أو educate يشرح أو يعلم وعكسهم learn يتعلم language expressions تعبرات لغوية find a place for يجد مكانا لي have a change الذيه تغيير look angry يبدو غاضبا stop for the night يتوقف للراحة ليلا اعمل prepositions وحرف القر along down the river على طول النهر at the end في نهاية call out you naidi for a holiday من أجل الأجازة for the first time لأول مرة get into a canoe يركب زوركا happy with سعيد مع أو من in a canoe في زورك interested in مهتم بي worry about يقلق على بعد كده تصريفات الأفعال غير منتظمة drive يقود أو يسوق drove driven fly blue lone take took taken teach taught taught understand understood understood ناخد جاب خمس كلمات وأربع جمل في عندك كلمة زيادة خلي بالاكن ده بتحلم نمبر بالأمس we not a change of plans يعني في تغيير عندنا في الخطط and went to the zoo ذهبنا إلى حضاك الحيونات instead of the beach بدلا من الشاطط يبقى we had a change كان عندنا تغيير نمبر طبعا مشابه لكلمة missing يعني مفقود تاهم وضل الطريق ناخد بعد كده vocabulary builder أول حاجة definitions التعريفان كلمة awake يعني مستيقز معناها not sleeping ليس نائن كانو زورك a long narrow boat for one or two people يعني زورك ضيق وطويل قارب ضيق وطويل يعني لشخص أو اتنين care about يهتم أو يعتني feel strongly about someone or something لما شعر بقوة تجاه شخص ما أو شيء ما dream حلم pictures and sounds that you think are happening when you are sleeping الصور والأصوات اللي بتعتقد إنها بتحصل لما تكون نائن follow يتبع walk or drive behind someone in the same direction لما أمشي أو قد الصيارة خلف شخص ما في نفس الاتجاه grandparents الأجداد the parents of your parents لما والدين بتوع الوالدين join ينضم إلى become part of a group or a club أو or club لما بقى جزء من فريق أو مجموعة أو نادي بأننا كده نضمت للنادي ده أو المجموعة دي raft طوافة pieces of wood that are put together so they can float in water يعني قطع خشب طب ما وضعها مع بعض لذلك تستطيع أنها تطفو فوق الماء sequel تكملة أو نتيجة أو عاقبة لما أقول a book film play ممكن يبقى كتاب فيلم مصرحية المتبلية معناها مصرحية بتكمل قصة بتاع يعني قصة سابقة لها يعني عادة أن تكون مكتوب بنفس الشخص وبعد التكملة يعني ما سقولك فيه فيلم عملنا من الجزء أول وده الجزء الثاني بعد السيكو للتكملة بتاعته يعني تمام الصوفيكس الحروف اللاحقة اللي بتجي في اخر الكلمة environment معناها يحيط لما ضفلها m-e-n-t حاولت الفعل ده الى اسم بيئة environment بيئة hear يسمع لما ضفلها ing حاولنا الفعل الاسم بيئة hearing السمع فق ضباب لما ضفلها y بيئة فق ضباب طبعا ضعفنا حرف الأخير interest اهتمام لما ضفلها ed حاولنا الاسم الى صفة بيئة interest المهتم noise ضوضاء لما ضفلها y حاولنا كلمة noise الى noisy صاخب scare يخيف لما ضفلها ed حاولنا الفعل ده الى صفة scared teach يعني يدرس لما ضفلها e r حاولنا الفعل ده الى اسم teacher مدرس write يكتب لما ضفلها e r الفعل ده بقى اسم بقى writer هاتب ناخد مع كده البادئة اللي حروف اللي بتجفوا الكلمة حرف l-a لما ضفوا الكلمة tweak اللي معناها cycles حاولنا الفعل ده الى صفة بقى awake most cycles أهم المرحوزات لغوية أول حاجة عندي subject لما جيب الفعل بجيب first يعني الاول أو last الاخير بعد يجيب بعضهم مواد بسيط مثلا لما انا اول حاجة بدأت المدرسة او اول مرة بدأت المدرسة رحت مدرسة خاصة بالاطفال الصم انا اخر مرة قبلت علي لما كنا في الناد ايه الفعل من كلمة وكلمة معناها خاصة او مميز يعني خاصة فيها معينة وطبعا مش معناها ان نقديم الكير للفرض معينة مش ملكية خاصة مثلا هو راح مدرسة يعني مخصصة للاطفال الصم معناها خاص بس دي ملكية خاصة للفرض مثلا هو راح مدرسة خاصة كلفت باباه فلوس كتير جدا كل عام يبقى دي ملكية خاصة لشخص معين الفعل لما جيب بعد وقعد كده الفعل مصدر معناها اعتادا يعني فعل الشيء في الماضي لم يعود يفعله في الوقت الحال مثلا we use to live in the countryside احنا كنا معتدين ان نعيش في الريف معنى كلام ده احنا دلوقتي مش عايشين في الريف كلمة family او كلمة team دول بيعاملهم معاملة المفرد لو هتكلم عليهم بكاكوت لا واحد يبقى فيه كلمات بتعامل معاملة المفرد او الجامعة حسب ليه ما تشير اليه مثلا my family is a happy one اسرتي تكون اسرة سعيدة يبقى هنا بيكلم عن الاسرة ككل our team has a good coach فريقنا ليه مدرب جيد يبقى الفريق كله كوحدة واحد او كتلة واحد لكن family وتي ممكن وراهم يجي فعلا جام لو كنت بشير الى افراد بتوع الفريق او الاسرة لما اقول مثلا some of my family still live there يعني بعض اسرتي ما زالهم يعيش هناك طبعا مقصود بها بعض اعضاء الاسرة يعني the team are playing well الفريق بيلعبهم كويس الفريق يعني عضاء الفريق دي ملحوظة الخمس كلمة so بييجي ورها صفة مع كده that مع كده جملة كاملة بمعنى جدا لدرجة and مثلا it was so foggy that I couldn't see the raft الجو كان فيه ضباب كتير جدا لدرجة ان انا لم استطع ان انا اشوف او ارى الايه الرافت اللي يتوافع زي ما قلنا او القارب البداي نحي الاسئلة على جزء اللي فات a big garden where we grew our own vegetables يبقى we used اعتدنا ان يكون عندنا الحضوقة الكبيرة بتاعتنا اللي بنزرح فال الخدرات اللي احنا عاودين number two your password for your tablet is كلمة السر بتاعتك للتابلت بتاعتك تعتبر ايه so make sure you don't share it with anyone تأكد انك ما تشاركاش مع اي حد يبقى هنا يبقى is او اللي هنا بقى special ولا private طبعا هنا private يبديت حاجة خاصة بيا فقط وليس الجميزة خاصة number three the film was funny that we loved all the time يبقى هنا the film was so funny الفيلم كان مضحق جدا لدرجة لانا كنا بنضحق طول الوقت number four Sarah lost not to Paris and admired the beauty of the Eiffel Tower هذا لك سارة اخر مرة ايه يبقى Sarah lost travel to Paris اخر مرة سفرت راحت باريس and admired the beauty وعجبها جدا الجمال بتاعي بورج ايفل number five the cleaning team not فريد تنظيف the office tidy and organized يبقى هو بيحافظ على المكتب مرتب ومنظم زي اقوله يبقى هنا يبقى الفريد ده هتعامل معي كاسم جمع ولا مفرد لا هنا هتكلم عليه ككل الفريد ككل يبقى اسم مفرد هجب فعل في S يبقى keeps it's really hard work ده يعتبر عمل صعب فعلا نقع بقى كده reading and listening skills اهم مهارة الاسماع والقراء الفقر الاولانية طبعا بيجيب لي هنا ثلاث اشخاص كلها بيكلم عن نفسه يعني فبيقول ايه او بيكلم عن خبرات وتجاربه السابقة مير بيقول ايه I have lived in a village in the south of Egypt all my life انا عايش في قرية في جنوب مصر والحياتي I have never been to another country عمر ابدا من روحت بلد تاني but last three لكن العام الماضي I visited Cairo with my uncle انا زورت القاهرة مع عمي and my cousins واولاد عمي it was so big and busy طبعا كانت زحمة كبيرة جدا وزحمة جدا بطت وصفا لكنت كانت رحلة ومتعة we went to lots of museums روحنا متاحف كتيرة because I am very interested in history لاننا مهتم جدا بالتاريخ نشوف عزة بتقول ايه I have had hearing problems all my life انا عندي مشاكل في السماء طول حياة and I learned sign language وتعلمت روحة الإشارة since I was a baby من ساعة ما كنت طفلة when I first started school لما اول مرة بدأت المدرسة I went to a special school for deaf children روحت مدرسة متخصصة في ليه او خاصة بالاطفال الصن now now I've been at a local school أنا الوقت في مدرسة محلية for three years تكن عندي معلمة who can use sign language to help me استخدم لغة الإشارة عشان تتواصل معي she explains the things I can't understand in sign language وكمان شرحت للأشياء لا ما فهمهاش بطريقة لغة الإشارة some of my friends have learned some sign language بعض أصدقائي اتعلموا من لغة الإشارة so they can help me too وكمان هما بقدرهم يساعدوني نشوف بقيل هيقول ايه my parents died when I was a baby والدين بتوعي توفهم لما أنا كنت يبيب صغير so I have lived with my grandparents عشان كده أنا كنت يعيش مع الولدين بتوعي أو معك daddy since I was one من ساعة ما كان عندي سنة we used to live in the countryside كنا متعودين نعيش في الريف but we moved to the city three years ago لكن انتقلنا للمدينة من ثلاث سنين I like living here أنا بحب عيش هنا there is lots to do في حاجة كتير نعملها I joined a handball club ونضميت لي فريق كرة اليد and I have won lots of matches وفزت مغارات كتيرة with my team مع فريقي it's really fun الموضوع كان فعلا مرح جدا قدرنا محل أسرع الجزء الخاص بكلمات number one my father not or my father is not not from his business trip tomorrow هزور اني بابا يعني عاد من رحلة العمل سيعود من رحلة العمل غدا I'm happy to see him again أنا سعيد اني هشوفه مرة أخرى يبقى هنا returning return يعني number two to notice to feel strongly about someone or something لما بشعر بقوة اتجاه شخص ما أو شيء ما يبقى هنا care about يعني بي ده الإحساس اتجاه شخص معين أو شيء معين number three in the morning the fog covers the road في الصباح الضباب بيغط الطري to get the adjective from fog adds the suffix عشان اجيب الصفة من كلمة fog هضف لها ايه طبعا هضف لها white بقى foggy هنونا بيضاعف الحرف الأخير number four deaf people communicate in sign الصم بيتوصل بالإيه sign language لغة الإشارة number five he traveled along the nile in a هو بيسافر بطول نهر النيل في إيه يبقى هنا in a canoe في زورق صغير number six you're not are the parents of your parents والدين متوعباب وماما اسمهم grandparents الأجداد number seven my little cousin was lost yesterday ابن عام صغير انفقد أو فقد بالأمس the antonym of lost is كمت lost اكساها ايه اكساها فاوند وجدا number eight my elder sister is our aunt girl she is like a senior's old الأختي الكبرى تعتبر ايه بنت ايه هي عندها ستتاشر سنة يبقى هنا teenage girl يبقى هنا في مرحلة المراكعة عندها ستتاشر سنة تمام number nine the baby was scared البابي هنا scare كلمة دي تحتاخط معنا كده الكلمة ده غلط of the loud noise من الضوضاء عايزو لك هو أخيف من الضوضاء استخب to correct the underlined word عشان صحي كلمة دي تحتاخط add the suffix هندف لها ايه المفروض هندف لها ايه دي هي موجود فيها ايه فهم المفروض هندف دي يبقى هنا scared يعني خايف number ten to not is to walk or drive behind someone in the same direction لما بمش لو أقود السيارة خلف شخص ما في نفس الاتجاه يبقى أنا بعمل ايه طبعا هنا to follow أن يتبع يبقى لطر ايه number eleven the little boys have an amazing day at the park الأولاد الصغيرين هندهم يوم مذهل في الحديقة amazing is similar in meaning دو كلمة amazing مساوية في المعنى لإيه طبعا بيتساوي كلمة awesome مذهل أو رائع number twelve in then what there are lots of open fields and farms في ايه يوجد العديد من الحقول المفتوحة والمزارة المفتوحة يبقى كده كلام ده فين in the countryside في الريف تمام number thirteen we are going to read that to our favorite betimes story night أو tonight ولحنا سوف نقوم بقرأة ايه يعني اللي نزيبوا له بقى القصة بتاع قبل النوم المفضلة عندنا الليلة يبقى احنا نقرأ سكل التكملة بتاعت القصة تمام number fourteen i wanted to the school football team but my father didn't agree يبقى i wanted to join انا اريد ان انضم انا اريد ان انضم لفريق القرى المدرسي لكن بابا طعم مش مواف هيا بقى كده السئلة تانية time to practice السلام للمحافظات اول سؤال read and complete the tickets with words from the following list اقرأ صحة او اختار الكلمة في المكان المناسب من النص المنجم اول حاجة عندي بيجيب لي هنا ست كلمات في لستة جاب لي فقرة فيها اربع فراغات يبقى انت عندك كلمتين زيادة احد الاربع فراغات واحد خاص بالgrammar يبقى لما تجي تحلل لركز ان فيه واحد فيهم خاص بالgrammar دي ات مواصفات الامتحان والسؤال ده جيه في لوكسور الفين تاتة وعشرين عشان احل سؤال ده صحة اقرأ الكلمات اللي في لستة اقرأ الفقرة مرة واثنين وثلاثة لما فهمها كويس ابدأ اشوف الكلمة في المكان المناسب ولو عند مشكلة في اول كلمة سيبها للاخر علي يذهب الى مدرسة متخصصة في ايه لاطفال الرهون طبعا deaf children لاطفال لما الصم who can't hear ما بدرش يسمعه it's in a village in the country هو فقاريا في الريف he went there for the first time راح هناك لأول مرة there he learns language from clever teachers هناك هو التحلم يبقى طبعا he learns طبعا هنا sign language هنا لغة الاشارة from clever teachers من مدرسين شطرين وماهيرين they about all the children طبعا they care about وما بيعتنوا بكل الاطفال علي has just a prize علي طبعا he has just won a prize للسفز بجائزة because he was the best student he loved it لانه كان افضل طالب هو حب الجائزة دي جدا حالي بقى سنتي choose number one and what is a long narrow boat for one or two people قارب ضيق وطويل لشخص او اتنين يبقى اسمه كانو تمام لو الزورق number two i didn't hear the phone ringing i wasn't انا لم اسمع الالفون بيرن انا كنت ايه يبقى i wasn't لم اكن awake لم اكن مستيقز لاني ما سمعتوش امام number three and what is pieces of wood دي تقطع خشبية that are put together يتم وضعها مع بعضها البعض so they can float on water فتصدنها تطفو فوق المياه يبقى منكلم على breath للقارب البدائي number four marwa has hearing problems marwa عندها مشكل في السمع she can't hear well تشرتسمع كويس she is اذن هي she is deaf هي صماء number five the antonym of the word dangerous is مضاد كلمة dangerous dangerous معناها خطير يبقى عكسها safe آمن number six you can add not to the verb teach to have a noun تمكن تضيف a للفعل teach عشان تحصل منه على الاسم أضيف كلمة او حرفين er تبقى teacher معلم number seven the suffix not turn the verb near into a noun هزول الحروف الهين اللي بتحول الفعل hear الى اسم طبعا لما ضف لها ing عشان تبقى hearing لو السمع تمام number eight my want is to be a successful scientist in the future يبقى طبعا ان انا اكون عالم ناجح في المستقبل ده بالنسبة لي اعتبر حلم يبقى my dream تمام number nine jim was for a long time in the desert طبعا هنا jim was lost يعني كان مفقود لفترة طويلة في الصحراء number ten last night الليلة الماضية i had a strange dream كان عمد حلم سيء i thought i was flying كنت بحلى مننا طاير strange means strange هنا معناها ايه معناها طبعا unusual يعني غير عادي number eleven miss dina teaches us english this year miss dina بتعلمنا انجليزي هذا العام the interim of teaches is مضاد كلمة teach teach يعني يعلم عكسها learn يتعلم تمام بعينا learn نخبع كده الجزء خاص هنكمل احنا قلناه في المدرع التام بس هنا بقى الفرق بين المدرع التام والماضي البسيط عشان ما يطلعه باش اول حاجة المدرع التام يستخدم لتعبير ان احداث بدأت في الماضي وما زالت مستمرة لما اقول مثلا انا عايش في باريس بقى لي خمس سنين معنى الكلام ده لازال عايش في باريس لكن لو هاجبها في الماضي البسيط يستخدم للتعبير عن احداث امتهت في الماضي لما اقول كان مريد خلي بالك معنى الكلام ده ابني ليس مريد الآن لانه كان تعبني يوم الاتنين المدرع التام يعبر عن احداث منتهية في حياة شخص اذا كان الشخص مازال على قيد الحياة يعني خبرات حياتية مثلا هو عمره ابدا ما سفر بالطيارة هو لسه على قيد الحياة فممكن يسافر لكن لو هاجبها في الماضي البسيط يستخدم للتعبير عن احداث منتهية في حياة شخص اما اذا كان الشخص فارق الحياة مثلا يعني جده مثلا كان بيسافر كتير بطيارة هو دلوقتي مطاف فيه كمان المدرع التام يستخدم للتعبير عن احداث منتهية في الماضي مع السمرار تأثير الحدث النتيجة بتاعته موجودة دلوقتي لما اقول الملابس بتاعته مبللة وده الاثر والنتيجة لكن لو ماضي بسيط عبر عن احداث انتهت مع عدم موجود اثر او نتائج في الوقت الحالي مما اقول هو راح السينما من خمس ساعة دلوقتي هو فين هو في المنزل اخر نقطة يستخدم المدرع التام مع الكلمات اللي تعبر عن عدم انتهاء الوقت ازاي لما اقول مثلا انا كلت النهاردة العديد من الايه من البركوك طبعا بيقول النهاردة لم ينتهي بعد اذا ممكن اكل تاني لكن الماضي البسيط يستخدم مع كلمات الوقت المنتهية يعني كمان بتقوله عن الماضي زي ايه ويديد انت كول هيم ياسر داي نحن لم نتصل به بالامس حيلا سألع الجزء الخاص بجرامر نومر وان خالبا اجبع عشان هيجيب لك في المدرع التام اول ماضي البسيط فنحن لازم نركز بقى بقول طبعا الجو كان بيمطر كل يوم الاسبوع ده طبعا بيكلم هنا على ايه على مدرع تام يبقى هاز نومر 2 انا انضميت لنادي بتاع خرد اليد لكني لم افوز بالكثير من المباريات مع الفرق بتاعي انت انضميت وما فوزتش يبقى ماضي بسيط بس اجيبه ايه منفي يبقى didn't وين نومر 3 الليلة الماضية يبقى ايه يبقى ماضي بسيط يبقى هنا كوكت او عدتتسرع وطولا انا لقيت كلمة 4 يبقى اجيب مدرع تام 4 لما يجي وراها مدة زمنية تبقى مدرع تام نومر 4 هزول هنا الشهر الماضي رامي نوات هز ريد اكوميك بوك الشهر الماضي رامي ايه خلي بالك الشهر الماضي بقى ماضي بسيط يبقى هنا ريد بس اه شوف انا قلتها ريد لان الماضي من كلمة ريد نفس الاسبيلنج لكن النوت مختلف شوي نومر 5 مروان ويرك هارد مروان اكتهت في العمل ودلوقته عنده يعني مهنة ناجحة اذا هو اكتاد في العمل والاصر بتاع المهنة ناجحة دلوقتي يبقى ده مضارعته يبقى هز وركد مروان 6 اي ليف ان اصوان وين اي وز يونج انا كنت عايش في اصوان لما كنت صغير يبقى هنا اي ليفت ان اصوان ولما كنت صغير معنى كده اننا مش عايش في اصوان دلوقتي نومر 7 مي سيسر ووك تو ده بارك يسر داي وكتي زهبت الحديقة ماشي بالامس طبعا بالامس يعني مضى بسيط يبقى يبقى نومر 8 2 years ago منذ عامين على طول يبقى يبقى مضى بسيط لانك بولك منذ عامين يبقى مضى بسيط كنت بعز في حفلة موسيقية في دارة الأوبرا المصرية نومر 9 انا قرأت 6 كتب هذا الشهر الشهر لم ينتهي بدلا قلت إذن حدث قبل التقرار يبقى يبقى مضى رعته لاني ممكن أقرأ تاني نومر 10 الولدين بتوعي زاروا بريس مرات قليلة إذن هما لسا عايشين فممكن يزوروا تاني يبقى يبقى وطبعا تمام نومر 11 إحنا منتظرين لطبس لمدة ساعتين ولسا منتظرين يبقى 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 ويت تمام يبقى حدث بدأ في الماضي وما زال يحدث نومر 12 I learned to play the piano أنا تعلمت أعذف على البيانو and I can play my favorite songs ودلوقتي أدر أعذف الأغاني المفضلة عندي إذن حدث تم في الماضي وإذن أصر يبقى I have كلمة learned ممكن نقول learned أو learned ولتنصح when I have learned أنا تعلمت أعذف على البيانو number 13 My grandfather is an author جدو مؤلف جدو يكون مؤلف ما قالش وز قال لي is إذن he wrote أو he write many books إذن he has إذن he written many books إذن هو إيه هو ألف كتب كتيرة ولسه بيألف لأنه لسه حيش بدأ اللي he is an author هو مؤلف number 14 she not be abroad since 2020 إيه سفر للخارج من ساة 2020 إذن she has been تمام number 15 they visit us at home last week العام أو الأسبوع الماضي إيبقى على طول ما ده بسيط إيبقى visited تمام number 16 he have a headache since last ندي هو عند صدع من يوم الاتنين اللي فات since يجي وراء بداية حدوث الفعل إيبقى مضرع تام إيبقى he has إيبقى هو عنده خبق has هاد ليه لأننا بجيب هاز من عند عشان مضرع تام واجيب التصريف الثلاث من كلمة have اللي هي هاد number 17 I go to the park last Sunday طبعا واضحة جدا يبقى I went أنا اذهبت في الحديقة الأحد الماضي number 18 last year العام الماضي my brother أحمد أخي أحمد has read lots of books about space signs قرأ كتب عن علوم الفضاء خلا بلك العام الماضي يبقى مضر بسيط يبقى read نفس الحروف لكن النطق مختلف number 19 my father wanted to be a champion when he was young لما كان بابا صغير كان عايز يبقى بطل قلوم بي لما كان صغير يبقى يبقى wanted number 20 I play tennis three times this week and it's still only Wednesday أنا لعبت تنس ثلاث مرات الأسبوع ده وما زلنا لسه يوم الأربعة يبقى حدث قبل للتكرار يبقى have play it يبقى أنا لعبت تنس ولسه ممكن نلعب لأنه لسه نهار ده الأربعة تمام نخبع كده listen five and six أهم الكلمات أقرأ كل كلمة مرتين زي ما احنا متعودين achieve achieve brain brain charity coach discover discover dyslexia result theme park train windsurf نأخذ additional vocabulary كلمات إضافية alone alone artist artist biography biography cry طبعا حرف لو يبشيل لما عوز أجيب ماضي وأضيف i-e-d cry miss miss cracks cracks بعد كده قابل check point قابل أربعة كلمات وثلاث قمل في عندي كلمة زيادة خلي بالك reading books and telling stories help you طبعا قراءة الكتب وإخبار الكصص help you grow and become smarter فعم يساعد ايه rain مخ كنوي يعني ينمو ويصبح أزكى number two I my friends when they are not around to play يبنى ايه I miss أنا بفتقد أصدقائي when they are not around لما بقوش حوالي عشان نلعب number three soccer players لعبي كرة القدم خلقوا كلمة soccer ديت كرة القدم الأمريكية kicking and scoring goals on the field طبعا هنا بيركلهم ويحرزهم أهداف في الملعب يبقى هنا يبقى soccer players practice بيدربهم على ركل القرى وإحراز الأهداف ناخد بعكا السنون من الانترنم المراضف والمضار كلمة achieve يحقق أو ينجز السنون من أو المين جبتاها مراضفة succeed in ينجح فيه الأمترنم أو الأوبزة عكسها fail يفشل clever زكي أو ماهر بتسوي intelligent أو smart وعكسهم stupid أو foolish غابي أو أحمق disability صعوب أو عجز بتسوي inability عدم القدرة وعكسهم ability قدرة discover يكتشف بتسوي find out يكتشف وعكسهم hide يخفي huge ضخ سوي large ضخ فعكسهم small أو tiny صغير organize ينظم بتسوي arrange يرتب فعكسهم disorganize يفسد normally بشكل طبيعي بتسوي ordinarily بشكل عادي فعكسهم abnormally بشكل غير طبيعي strong قوي بتسوي powerful قوي فعكسهم weak ضعيف surprised مندهش بتسوي amazed مذهول وعكسهم unsurprised غير مندهش نخبع كده language expressions تعبرات لغوية do an exam يؤدي اختبار do a job يؤدي وظيفة give a talk يلقي حديثا أو خطابا do a sport يمارس رياضة do gymnastics يمارس لجنباز make notes يدوم ملاحظات أهم البربوزيشنز أهم حروف القرن a price for جائزة في difficult for صعب لي far from بعيد من take back to يعيد إلى ناخد بعكد تصرفات العفعال غير منتظمة draw drew drone كمان مرة draw drew drone ناخد check point قبل خمس كلمات وربع جمل في كلمة زيادة خلي بالك كنت بتحلم number one I was so nervous to not a talk in front of my classmates أنه كنت متنرفس جدا يبقى to a طبعا to give a talk إن أنا أقول كلمة in front of my classmates أمام الزملائي في الفصل يبقى هنا give number two the park is for our house الحاضيقة بعيدة عن منزلنا يبقى far from so we have to take a taxi فهنا مطارينا ناخد تاكسي number three the antonym of foolish is مضاد كلمة foolish هتبقى intelligent اللي ايه اللي معناها زكي بدي نمبر ثري number four my little sister a nice picture yesterday أخت صغيرة يبقى هنا drew قامت برس صورة يعني جميلة بالأمس ناخد vocabulary builder أو الحاجة definitions التي تعرفين achieve يحقق أو ينجز معناي بالإنجليش succeed in doing something بينجح في عمل شي good شيء جيد or that you want to do أو شيء عايز تعمله discover يكتشف find or find out something that people didn't know before يعني اكتشفت أو وجدت شيء الناس لم تعرفوا منكم dyslexia صعوبة أو عصر القراءة a learning difference that some people are bored with which means that they find difficult to read write or spell يعني في صعوبة عند بعض الناس وإن ولدوا بيها بيجدوا صعوبة في القراءة أو الكتاب أو اللي يتهج الكلمات result نتيجة the final number الرقم الرنائي that people or teams get اللي بيحصل عليه الناس أو الفرق at the end of an exam في نهاية اختبار or sports match أو مباراة رياضية volunteer متطوع someone who does his work for no money شخص يكون بعمل العمل بتاعه for no money بدون مقابل نقوم بعكتة الصافيكس اللاحقة رفع بتيجي فخر كلم كلمة achieve يحقق أو ينقص لما ضف لها m-e-n-t بحاول الفعل الى اسم باية achievement in gas gymnast لعبة جنباز لما ضف لها i-c-s تحويل الاسم الى اسم آخر يبقى جمناستيكس الجنباز surprise يدهش لما ضف لها ed بحاول الفعل الى صفة بقى surprise مندهش البرافيكس البادئة لما ضف d-i-s فول كلمة زي كلمة ability قدرة بعطي عكس المعنى بقى disability صعوبة أو عكس أو عدم القدرة cover لما حط قبلها this هتبقى غيرنا المعنى بتاع الفعل بقى discover يكتشف ناخد بعد كده هامل reading and listening دي برعن ايه السوري قصة وخلي بالك القصة ديت ممكن ييجي فاخر السنة ولك write a short story يكتب قصة قصيرة والموضوع ده جميل جدا وسهل اوي نقدر نكتفين كريم بيستمتع بركوب الامواج الباله ايه سنتين هو عادة بيسهب مع أخول كبير من شهور قليلة يعني يمارس الرياضة بتاعت ركوب الامواج لوحده وحيدا he didn't tell his brother this وما قالشي لاخو it was windy جاو كان عاصف but that is good لكن ده كان كويس if you want to windsurf لو عاوز تمارس رياض ركوب الامواج عشان بتحتاج الرياح يعني in the afternoon بعد الدور الرياح فجأة اصبحت قوية جدا الرياح اخذت كريم بعيدا عن الشاطن he had very scared بقى خايف some people in a boat came to help في بعض الناس كانوا رقب قارب وراحوا معشين يساعدوا كريم after that بعد ذلك they took him back to the beach رجعوا الشاطن كريم has not been served since that time كريم لم يقم بمبارسة رياضة ديت الوحده مرة اخرى منذ ذلك الوقت now الان he always when serves with an older person دلوقتي بيمارس رياضة ديت بتاع ركوب الامواج مع شخص اكبر منه he has learned an important lesson هو تعلم طبعا درس مهم جدا ناخد بعكده اهم الاسرعة كلمات منها طبعا اسرعة جات في المحافظات اول سؤال عندنا ده جيبه محافظة المياط الفين وتاتة وعشرين جايب لي لسة فهي 6 كلمات وفقرة في 4 فراغات فعندها كلمتين زيادة تخلي بالك واندها بتحلم number one when sami was young لما سامي كان صغير he had كان عنده ايه this means he was bad at هو سيء في reading or writing احنا قلنا بكده لهو الكلمة اول نقطة صعبة اقرأ الفقرة بالكامل مرة واثنين عشان تقدر تفهم فانا فهمت ان هو هو سيء في القراءة والكتابة يبقى عنده dyslexia صعوبة في القراءة والكتاب this means he was bad at معنى كده ان هو سيء في ايه يبقى both both معناها كلا من القراءة والكتاب it wasn't easy for him too كان صعب عليه او ليس سهل عليه ان هو ايه his lessons اكد ان هو يفهم الحصص بتاعته يبقى understand his parents asked the teacher to give him lessons which helped him to be bitter طبعا هنا الولدان بتوعه طبعا المدرس ان هو يعطيه ايه حصص اي يعني عشان تساعدهم ويبقى افضل وكمان يؤدي اداء كويس في المتحانات يبقى اكيد special lessons يدي دروس ايه مخصصة في مجال معين تمام ناخد بعكات choose number one let's go to that دعنا نذهب الى ايه park and enjoy all the exciting rides and attractions وطبعا نستطيع بكل الايه العاب اللي بنركبها هناك يعني وكل الحاجات اللي بتجذبنا يعني يبقى اكيد let's go to theme park ليا الملاهي تمام number two she is a volunteer she is a volunteer at charity هي كده متطوع في جماعية خيرية she works for هي تعمل لده هي تعمل بتعمل for no money تعمل بلا مقابل من غير فلوس number three ياسر داي بالامس i my best friends first day party because i was sick بالامس اي ايه i missed my best friends first day party يعني فاتني حفلة عدم الى الات افضل اصدقائي بهنا لتربي ليه because i was sick لانه كنت مري number four when i was late لما كنت صغير my parents that i had dyslexia الولدين بتوعي ايه طبعا discovered that اكتشفوا ان احنا كان عندين ايه dyslexia اللي هي صعوبة في القراءة number five she is a clever girl for solving that puzzle هي بنت ماهرة لحلها الليه اللوز ده the synonym of clever is مراد في كلمة clever clever يعني ماهرة تبقى ايه stupid يعني غبي number six to not is to succeed in doing something good لما انجح في عمل شيء جيد or that you want to do او حاجة عايز تعملها يبقى ايه يبقى ايه achieve ينجز او يحقق number seven we add the prefix نضيف الحروف في هول الكلمة to the verb cover لكلمة cover to mean find out عشان يبقى معناها يكتشف يبقى ايه discover لتربي number eight not is a learning disability صعوبة في التعلم which affects reading and writing تواثر على الكراءة والكتابة يبقى ايه اسمها dyslexia تمام number nine Egypt has organized a big conference مصر نظمت مؤتمر كبير the verb organized here means كلمة organized هنا معناها ايه طبعا معناها arranged هتبقى ونظمة number ten to get the entry of normally عشان اجيب مضاد كلمة normally we add the prefix هنضف لها ايه هنضف لها A B تبقى abnormally يعني بصورة غير طبيعية هناك كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة لو عاجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو اشتراك في القناة تفعل الجرس عشان توصلك الفيديوات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة